ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب وحاكم الشارقة رئيس مجلس اكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة صباح اليوم اجتماع مجلس الاكاديمية وذلك في مكتب سموي الحاكم واستعرض المجلس انجازات الاكاديمية خلال العام المنصرم في المجال التعليمي والتدريبي والاداري والرياضي ومنها تجديد ترخيص الاكاديمي من قبل هيئة الاعتماد بشؤون التعليم العالي وتجديد الاعتماد الاكاديمي للبكالوريوس والماجستير بالاضافة الى نشر 66 مؤلفا علميا متخصصا في القانون وعلوم الشرطة وحصول فريق الاكاديمية المشارك في جائزة محمد بن راشد للابتكار الحكومي على المركز الثاني بالمسابقة وتنفيذه لمشروع الطائرة صخب بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وغيرها من الانجازات الاخرى في عدد من التخصصات كما ناقش المجلس مقترحة تنفيذ دورات الايلتس للطلبة الضباط ومن يرغب بالانتساب اليها من خارج الاكاديمية واطلع المجلس على مقترح اطلاق دبلوم العلوم الشرطية المهني للجامعيين ولائحة القبول وفقا للنظم المتبعة بوزارة الداخلية وتكليف مدير عامل اكاديمية بوضع شروط القبول للملتحقين والتي تصدر سنويا وفقا لنص اللائحة كما اطلع المجلس على خطط الاكاديمية للمرحلة المقبلة وتطلعها لطرح درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الامنية والاستراتيجية وخدمة المتعاملين وادارة الشرطة والبحث الجنائي ومدى تطابق معايير الاعتماد الاكاديمي مع طرح هذه البرامج الجديدة حضر الاجتماع العميد سيف الزري الشامسي قائد عامي شرطة الشرقة نائب رئيس المجلس اضافة الى اعضاء المجلس اشتركوا في القناة